السلام عليكم ويعطيكم العافية إخواني الكرام معكم محمد من شركة Golden Detector الوكيل الحصري في الشرق الأوسط لأجهزة للكشف عن الذهب والمعادن والأنظمة الأمنية وأيضا أجهزة للكشف عن المياه الجوفية بصراحة أنا كل مرة بعمل فيديو أو شرح لجهاز أو فيديو تدريبي كوني أنا مسؤول قسم الدعم الفني في الشركة فبعمل فيديوهات مبسطة كيف نحن نشتغل على الأجهزة الموجودة سواء كان جهاز صوتي سواء كان جهاز استشعاري أو الأجهزة المتواجدة في السوق حاليا خلينا نتكلم بشكل عام لكن السؤال كثير إجاني على الواتساب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب فيسبوك إلى آخري أنه كيف أنا أشتغل على برنامج التصوير سهل أي شخص فينا يمتلك جهاز تصويري لكن الفكرة في النظام التصويري تحديدا أنه نظام ما بيتحمل خطأ يعني أي خطأ في النظام ممكن يؤدي لنتائج خاطئة موجودة عندك فهو النظام الأكثر دقة لكن هو النظام يعني محتاج كثير عناي ومحتاج كثير تركيز في عملية التصوير بأي جهاز تصويري مو من ماركة معينة أو من مصنع معين الأجهزة التصويرية تحتاج أن عملية التصوير تم بطريق رقم واحد أنها تم بشكل هندسي ودقيق مية بالمية رقم اثنين أنه تحتاج لتأكيد أكثر من مرة رقم ثلاث والأهم محتاجة التحليل الفكرة بالتصوير سهل أي شخص بيتعلمها لكن تحليل الصورة الملتقطة وإني أعرف شو النتائج الموجودة عندي من الصورة خلينا نتكلم هي أصعب مرحلة في عملية التصوير لذلك اليوم أنا ما رح أشرح عن جهاز اليوم رح أشرح عن برنامج تحليلي هو الأكثر دقة طبعا اللي هو من إصدار أوكي أم شركة أوكي أم الألمانية غنية عن التعريف طبعا اللي هو برنامج الفيجولايزر طبعا برنامج معروف شركة معروفة جهازتها معروفة جميع إصدارات أوكي أم هي بتعمل بنظام الفيجولايزر تمام؟ اليوم في هذا الفيديو ما رح أشرح عن جهاز أبدا هذا الفيديو رح يكون شرح لبرنامج الفيجولايزر وبيذكر مرة أخرى برنامج الفيجولايزر هو بيعمل على جميع إصدارات أوكي أم سواء إصدارات الروفر إصدارات الفيوجن إصدارات الـ Ground Navigator الإي إكس بي جميع أنظمة أوكي أم أو جميع أجهزة أوكي أم الألمانية بتعمل على برنامج الفيجولايزر في هذا الفيديو رح أتناول من A to Z كيف إحنا نصور المقاسات اللي نأخذها الألوان اللي بيعطيني هالجهاز شو معانيها وكيف أتأكد إذا حقيقية أو لا وكيف أحدد العمق وكل هذه الأمور خليكم معنا وتابعوا الفيديو السلام عليكم وعطيكم العافية إخواني الكرام الآن رح نشرح عن طريقة العمل على برنامج الفيديولايزر طبعا عندي هذا اللابتوب اللي هو مرفق مع جهاز الجراون نافيجيتور مثبت عليه البرنامج التحليل اللي هو برنامج الفيديولايزر هذا هو البرنامج طبعا بيجي مثبت على جميع اللابتوبات الموجودة مع أجهزة أوكي آم احنا حتى بشكل سريع طبعا عشان ما أطول عليكم نفتح البرنامج في البرنامج موجود فيه تجارب مصنعية هو المصنع عامل هذه التجارب ومرفقها مع الأجهزة مع كل برنامج الفيديولايزر بتيجي هذه الأمثلة موجودة رح نشرح لكم على مثال موجود تجربة مصنعية للجهاز في البداية هذه شاشة البرنامج عندي في الأعلى اللي هو شريط الأدوات هذه الأدوات اللي بستخدمها وأيضا على اليسار موجود عندي هذه صفين من الأدوات اللي بستخدمها أثناء عملية التحليل تمام؟ حتى احنا نركز بس شوي بالفيديو حتى نفهم كيف احنا ممكن نحل الصورة بدون أخطاء في البداية تحليل الصورة هو يعني مو الدور الأكبر هو 50% فقط من العمل العمل الأكبر بيكون بالتصوير فأنا لازم أتأكد أني أنا قمت بتصوير صحيح 100% اتبعت الخطوات الموجودة في الكاتالوج المرفق مع الجهاز ومن قسم الدعم الفني في الوكيل أو الشركة اللي أنت حصلت منها الجهاز لازم أنا بذكر التدريب على الجهاز هو أهم من الجهاز نفسه لازم إحنا نتدرب على الجهاز أكثر من مرة ونصور أكثر من مرة حتى نعرف لطريقة التصوير الصحيحة تمام؟ لأن الأجهزة التصويرية تأخذ الإشعاعات الموجودة في الأرض في كثير أمور ممكن تأثر علي والآن إن شاء الله بنشرح في هذا الكلام فيها الأمثلة عموماً أنا بدي أشرح على مثال في عنا بندخل على فايل طبعاً البرنامج ممكن تحوله للغة العربية ما في أي مشكلة بندخل على فايل الموجود عندي هون في عندي إكزامبل إكزامبل هذه أمثلة مثبت هذه كلها يتصور مثبتة من المصنع تمام؟ في عندي هون مثلا أنا مثال كثير بحبه بشرح عليه دائماً اللي هو مثال تراشر بوكس اللي هو صندوق ثمين دافنو اللي هي تجربة مصنعية لصندوق ثمين مدفون تمام؟ كيف ممكن أحلل هذه الصورة؟ أنا التهيت من التصوير صورت من اليسار إلى اليمين صورت بعدد الخطوط اللي أنا ما أخذها بعدد النفضات بنفس الارتفاع كل قواعد التصوير اللي إحنا بنعطيها في التدريب طلعت عندي في النهاية هذه الصورة الملتقطة أول شي أنا بعمل قبل ما أصور هذا الزر جداً مهم اللي هو زر اختيار نوع التربة لأنه أنا إذا صورت في تربة طينية وكانت التربة هي يعني اخترت التربة طينية هون وكانت التربة اللي بصور فيها متماعدنة رح يأثر كثير هذا الكلام ورح يعطيني مليون بالمئة نتائج خاطئة فأنا لازم أختار نوع التربة اللي أنا بشتغل عليها تمام؟ قبل ما أصور حتى يعطيني نتائج كويسة في تحديد النوع المعدن وتحديد العمق أيضاً كثير رح يختلف معي العمق إذا أنا ما حددت هذا الزر فأنا في البداية بختار نوع التربة الموجودة عندي وبصور عموماً طلعت عندي هذه الصورة الألوان اللي بيعطيني إياها الجهاز هذا اللون الأخضر كل ياته بشكل كامل هو عبارة عن التربة وصخور ما في أي شي ثاني هون بس تربة وصخور موجودة عندي اللون الأحمر أو البرتقالي أو الأصفر هي ألوان المعادن الموجودة عندي هذا اللون البرتقالي هو لون المعدن اللون الأصفر هذا إذا واضح اللي هو على طرف اللون البرتقالي هذا أملاح معدنية موجودة في الأرض تمام؟ حتى نبسط الموضوع ممكن طبعا أن أتحكم بالصورة رح أعمل الصورة بهذا الشكل تمام حتى يكون الشرحة أسهل اللون الأخضر هذا اللون أترب وصخور موجود عندي تمام اللون الأزرق الداكن هذا اللي عليه المؤشر هذا اللون عبارة عن فراغ موجود في الأرض كثير أشخاص بيوقعوا في خطأ اللي هو بيطلع عندهم هذا اللون اللي هو اللون الأزرق الفاتح السماوي هذا الأزرق الفاتح هذا مو فراغ أبدا هذا عبارة عن رطوبة أو غازات موجودة في الأرض فكثير أشخاص مثلا بأي جهاز تصويري أخر طبعا أو بأي جهاز تصويري بيطلع عنده هذا الكلام بروح بيحفر مباشرة وهذا الكلام طبعا جدا خاطئ أنا لازم أتأكد أكثر من مرة ولازم أحلل بشكل سليم هذا اللون الأزرق الفاتح هو مو فراغ أبدا هذا عبارة عن رطوبة أو غازات موجودة في الأرض الفراغ هو هذا اللون الأزرق الداكن تمام بنيجي الأخضر تكلمنا هذا تربة الصخور الأزرق الفاتح الرطوبة الأزرق الغامق هذا عبارة عن فراغ بنيجي الآن للمعدن وهو الشيء المهم اللي احنا أصلا صورنا من شانه المعدن الداكن بهذه الطريقة الأورنج أو البرتقال لهذا الداكن هذا اللون المعدن الفاتح بهذه الطريقة هذا ممكن أملاح معدنية تكون في الأرض ومو أكيد مئة بالمئة يكون معدن كيف ممكن نتأكد الآن إحنا منشوف في البداية طبعا هذه شاشة البرنامج بتحكم طريقة ثلاثية لابعاد بشوف الهدف من الجهة اللي بدي إياها طبعا عن طريق اللمس عن طريق الماوس أنا بفضل طبعا ما تشتغل على ماوس اللابتوب تركب ماوس خارجي رح كون أسهل للشغل في البداية عندي هذه على اليمين مقتطفات ممكن أنا أشوف الصورة فيها هذه من اليسار مثلا بشوف من الجنب بشوف الصورة بشكل كامل هذا الفراغ وهذا المعدن بجانب بعضهم ممكن هذا المسقط العلوي أو التوب فيو للصورة أو المسقط العلوي أو الصورة من الأعلى سميها كيف ما بدك اللي هو بشوف الصورة من الأعلى بيبين عندي الفراغ تمام بيبين عندي المعدن عفوا بيبين عندي الفراغ بيبين عندي كل شيء وفي هذه بطريقة زاوي أنا ممكن أشوف كل محتويات الصورة عن طريق هذا الشكل تمام حتى لو كان الهدف موجود داخل تمام هذه كلها أمثلة موجودة مثبتة طبعا اختلت تمام خلصنا منها منيجي الآن نوع التربة حددناها منيجي الآن عن هذه أمثلة فوق كلياتها وعندي هذه أزرار عندي ثلاث ألوان موجودة في الأعلى طبعا دائما لما تكون تحلل أنت وتشتغل خلي الصورة بهذه الطريقة رح يكون أسهل كثير الموضوع بالنسبة لك تمام أو بهذه الطريقة يعني اللي تشوف كل التضاريس الموجود في الصورة عندي المربع الأزرق هذا لو ضغطت عليه رح يختفي الفراغ من الصورة هذا المربع هو مربع الفراغ هذا هو في الأعلى تمام طيب بس لتأكيد الكلام اللي تكلمته في بداية الفيديو لما أخفي الفراغ شوف اللون الأزرق الفاتح رح يظل عندي ما رح يختفي ليش لأنه هو مو فراغ أصلا يعني البرنامج عم بيخبرني أنه هذا مو فراغ أصلا تمام اللون الأخضر إذا ضغطت عليه رح يختفي التربة والصخور رح يخليه لمعادن وفراغات هذا هو اللون الأخضر تمام وبفضل أنا تستعمل هذا الخيار حتى تتأكد من شكل المعدن يعني هو في البداية ما كان واضح أنه صندوق تقريبا لكن لما لغيت أنا الصخور الموجودة أو الأتربة خلت فقط لمعدن شكله صار واضح وصريح تقريبا من نسبة 80-85% الشكل واضح وصريح بطريقة ثلاثية لابعاد يعني ما بتوقع في أدق من هيك رح يكون تمام رجعت التربة والصخور بلغي المعدن هذا المعدن الموجود تمام ممكن حتى تأكدنا المعدن بشكل أكبر بلغي الصخور وبلغي الفراغات أصلا بخلي فقط المعدن شكله رح يكون عندي واضح وصريح بطريقة يعني بمية بالمية ما بتوقع يعني واضح تمام ما رح يكون إشعاع عندي والآن بتكلم عن الإشعاعات إن شاء الله هذه التربة وهذه الفراغات وهذه كل الأمور هذه الأزرار خلصنا منها حتى ما أطول في الفيديو نيجل الأزرار هذه الأول اثنين من هون هذه بتتحكم في الصورة تمام بس تحريك يعني هذه ما محتاجة شرح أنت بتجربها عندك على الصورة هذه بتحرك الصورة يمين يسار من الأعلى إلى الأسفل بتتحكم بطريقة اللي بتناسبك في الصورة نيجل هذا بيقلب بهذه الطريقة وهذا للاتجاه إلى آخر كذلك الأمر هذه الأزرار كلياتها بتحرك الصورة حتى أنت تشوف الصورة من جميع الجوانب اللي موجودة عندك تمام خلصنا منهم هذول هذه الصورة طبعا هذه الأربع أزرار مع بعض هذا اللي سار هذا اليمين هذا للأسفل هذا للأعلى تمام بيجي عندنا الآن زر اللي الكل رح يسألني عنه واللي الكل بيستني فيه كيف أعرف أنا عمق الهدف منخليها شوي إحنا الآن خلينا من موضوع التحليل عن كل هدف رح أشرح بآخر الفيديو هذه الصورة موجودة عندي تمام بنيجي الآن في شيء كثير مهم تمام اللي هو عملية الفلتر للصورة طبعا هذه الصورة واضحة وصريحة تجربة مصنعية أكيد إحنا ما رح يكون عندنا دقة المصنع في التصوير ممكن يطلع عندنا أخطاء ففي زر أزرار فلتر موجودة عندي في الأعلى موجود عندي هذه الزرين اللي عليهم المؤشر هذا أول زر تمام هذه طب كم أرفحها هذه أنا بصراحة ما أقدر أخبرك هي بتعتمد على الصورة والتربة الموجودة عندك لكن ابدأ ارفع فيها تدريجيا تمام مثلا أنا بالمثال هذا أنا مو محتاجي نقفلتر صراحة لأن الصورة واضحة لكن هذا الزر الفلتر الأول بتجربه عندك تمام مثلا أنا لو عملتها بشكل بسيط جدا فقط شوي شوف رح يشيل للتضاريس كلها رح يحجم الصورة لو الفراغ غير حقيقي رح يروح الفراغ لو التربة رح تروح لو المعدن مو موجود رح يختفي شوف كيف صارت الصورة تمام فلتر بيعمل فلتر بشيل الشوائب بشيل كل التضاريس اللي غير مهمة في الصورة تمام طبعا ما رح يعطيك الشكل بطريقة نفس الشكل اللي كان معك بالأول لكن هذا حتى تتأكد أنت تمام ممكن أن أرجع طبعا الزر الفلتر الآخر الموجود عندي اللي هو هذا الزر فيه الفلتر هذه الثابتة وفيه الأوتوماتيكية تخلي فلتر أوتوماتيكي ممكن تخلي فلتر أوتوماتيكي رح يساعدك جدا ضغطت عليها شاء لي ما صار أي تغيير طبعا بالصورة الآن لأن الصورة ما فيها شوائب أصلا تمام عموما هذه أزرار الفلتر الزرين هذول جدا مهمات أستخدمهم أستخدمهم عفوا بقدر احتياجي يعني ما أفرط باستخدامهم مو هذا الفلتر والله فلتر للآخر بهذه الطريقة أبدا مو كويس رح تأثر كثير على الصورة بهذا الشكل اللي صار عندي تمام فزر الفلتر بتزيده بناء أو مقارنة يعني بتعملها نسبة وتناسب مع الصورة الموجودة عندك هل في عندك كثير شوائب هل شايف الصورة مو منتظمة كثير ممكن تستخدم أنت زر الفلتر بهذه الحالة تمام إنه يجي للأزرار الموجودة هون كيف أنا أحدد عمق الهدف طبعا ما بتوقع أنك تقدر ترجع الصورة لأنك أنت خلاص عملت الفلترة فالصورة صارت معك بهذا طريق تمام رح أرجع أنا على المثال بشكل سريع جدا لأنه بعد الفلترة خلاص أنت فلترت الصورة فما رح ترجع لأصلة تمام فأنا ما سيبتها أصلا هذا هي الصورة الأصلية أوكي هذه الصورة الأصلية طيب نيجي لدور تحديد عمق الهدف تحديد عمق الهدف بتم بتعمل الصورة بهذه الطريقة تمام وبتلغي الأمور اللي ما تأثر عليك يعني زي الصخور مثلا أنا لغيتها شلتها أوكي خليت الفراغات والمعدن نجعل هذا الزر الموجود في اليسار شايفينه هذا الزر الموجود في اليسار بنزل فيه بضغط عليه ضغطه حتى يوصل هذا الخط هذا الخط تمام على بداية الفراغ الآن معطيني الجهاز هون في هذا المؤشر إن شاء الله يكونوا بيين هاي المؤشر تحت ها هاي شوف مين رح أنزل هذا هو معطيني أنه 40 سانتي بداية الفراغ عندي 40 سانتي طيب أنزل كمان شوية على بداية المعدن خلينا نتكلم تقريبا بداية المعدن عندي أعطاني على 60 سانتي أنزل كمان شوية لنهاية المعدن نهاية المعدن موجود عندي على 90 سانتي من 40 إلى 90 تحسب الفرق بينهم بيكون هذا عمق الهدف الموجود عندك تمام طبعا أنزل للآخر في الصورة رح ينطيني متر وعشرة إنه عمق الصورة كاملة متر وعشرة سانتي هذا هو تحديد العمق بكل اختصار سهل جدا موضوع تحديد العمق لكن بكرر على موضوع نوع التربة أنا الآن هذه التربة لو غيرت نوع التربة لتربة عادية شوف اختلفت الصورة عندي وأيضا العمق رح يزداد شوف صار عمق الصورة صار معطيني الآن أكثر من 2 متر وأنا ما وصلت للمعدن لماذا؟ لأنه اختلف نوع التربة اللي أنا مصور فيها مو تربة طبيعية اللي أنا مصور فيها أبدا هي تربة اللي مختارها المصنع فأنا بظل دائما على اختيار المصنع رح يعطيني أو عفوا بظل نفسا بظل عفوا على نفس نوع التربة الموجود عندي تمام؟ هذه هي باختصار حتى كيف ممكن أنا أتأكد إذا الهدف ثمين أو غير ثمين سؤال كثير بيجيني وسؤال كثير حلو أيضا تتأكدن الهدف إذا حقيقي أو غير حقيقي عن طريق أزرار الإشباع اللون الموجودة في الأسفل ممكن أحرك لكم الكاميرا عليها شوية شوفوها هذه هي الأزرار الموجودة هذه هي على اليسار تمام؟ عندي هذا الزر الأول أنا بضغط عليه أنا حتى أتأكد من الفراغ بشبع المعدن وحتى أتأكد من المعدن بشبع الفراغ كيف يعني؟ أنا الآن بشبع بالمعدن حتى أتأكدني الفراغ إذا هذا الفراغ اختفى بشكل كامل ما بقى عندي فراغ أبدا إذن الفراغ غير حقيقي إذا ظل لو بشكل بسيط مثل هذا الشكل إذن الفراغ حقيقي تمام؟ هذه واضحة طبعا برجع الصورة الأصلة عن طريق الزر اللي جنبه ضغطة طويلة راح ترجع الصورة الأصلها بنيجي نتأكد من المعدن حتى تأكدني المعدن بشبع الفراغ تمام؟ عن طريق هذا الزر الأشبع إذا هذا المعدن اختفى وتناثر يعني ما ظل عندي معدن أصلا تمام؟ صارت كل الصورة لون أزرق معناته المعدن هذا غير حقيقي وما في موجود ما عندي معدن أنا موجود أصلا تمام؟ إذا بقى المعدن عندي بهذا الشكل يعني حتى أشوف واضح وصريح الشكل لسه هندسي ما تغير فيه أي شيء أبدا إذن هو هدف حقيقي وثمين إذا بقى اللون ولكن ما ظل بطريقة هندسية بهذا الشكل تناثر على جميع الصورة بيكون هدف موجود هدف نعم لكن هذا المعدن غير ثمين تمام؟ نعيدها بشكل سريع أزرار هذه آخر أربع أزرار بشبع المعدن حتى أتأكدني الفراغ وبشبع الفراغ حتى أتأكد من المعدن الموجود عندي طبعا حتى أرجع الصورة لأصلها بضغط على الزر المقابل رح ترجع الصورة مباشرة لأصلها موجود عندي وضع تحليل الشبكي وضع كثير حلو إذا ممكن أنت تستخدمه رح أبين لك ممكن details أكثر بالصورة مواضح عليك كان من الصخور أو من الألوان أو من كثافة اللون الموجود في الصورة هذا هو وضع التحليل الشبكي يعني وضع كثير حلو صراحة أنا بستعين فيه في بعض الأحيان بتوقع يعني ما ظل إشي هذه الأزرار طبعا كلية هذه تكبير تصغير أزرار بينا حل رح تبين عليك أنت لما تشتغل على الجهاز إن شاء الله أني أنا ما أكون بتاهمني أي إشي أي سؤال أي استفسار موجود عندكم أرقامي رح تكون أرقامي الشركة عفوا رح تكون في أسفل الفيديو ممكنكم تتواصلوا معنا في أي لحظة لأي استشارة أي استفسار أي تدريب حتى لو كنت ما أخذ الجهاز من الشركة أخرى أنا ما عندي مشكلة تواصل معي وأنا رح بدربك على البرنامج من الألف إلى الياء وبحب أذكركم لمرة أخيرة أنه العملية التدريب هي أهم من الجهاز أو من الصور بحد ذاتها يعني عملية التدريب على الجهاز وأنه أنا ألتقط صور بشكل احترافي حتى أخذ نتائج مرضية تمام؟ هذه الصورة ما رح تطلع معي من تصوير عشوائي أو من تصوير من أول مرة بالجهاز هذه الصورة محتاجة أنها تتم بشكل هندسي بارتفاعه معين للسنسور عن الأرض بطريقة معينة بإسلوب ماشي معين كل هذه الأمور يعني صعب أني أتناولها بفيديو صراحة هذه الأمور بعطيكم إياها عفوا أنا في التدريب معلش إذا طولت عليكم كان معكم مهندس محمد من شركة Golden Detector في أبوظبي أي سؤال أو يستفسار اكتبوا لنا في الكومنت لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من شركتنا أعطيكم ألف عافية